اشتركوا في القناة 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 وهم يستاهلون وكفوا وخدموا الكويت كذلك محمد محمد مثل نادي القاتسية مثل نادي العربي صجلنا موسم واحد لكن أنا كنت قريب كوني بنادي العربي كنت أعرف أن محمد كان يلعبه ومتعور فما بالك كان نادي قاتسية شو نسوي طبعا ما يحتاج الجماهير ولكصور بجماهير الأندية الثانية قاتسية والعربي معروفين يعني ما ينسون أي لاعب خدم الكرة الكويتية بشكل عام اليوم شفنا الشي هذا شفنا اليوم الحضور الجدا رائع نادي من سنتين ما شفنا الحضور هذا نعم محمد تستاهل وعسى الله وفقك في حياتك جزي البنت اللي معاك اليوم بنت خوي بنت خوي يا حلو أنا عبالي انت اللي متزوج لا ما متزوج ما عزز بك ما يسي قلت لا ما يسي طبعا ابو سعود طبعا أفضل لاعب بالنسبة لي يعني كان لاعب خارق يعني كان أخوه خالد يعني ما شal في خالد لاعب كبير والله والله كلمة خير مسولي لا ينسوني إن شاء الله لا ينسوني لا تنسوني الرجل على إن شاء الله إن شاء الله يستاهل براشد ما سماه البنيAlright ما أكثيري أقولك رسمو على سماوي ما أكثيري لا ندري نندري ن gentخو ن pastor يعني أنني أعني الحضور خذ يعني قالوا بنتà يقول świe كلمihn عموما نتمنى التوفيق لمحمد راشد وأنا يعني نيابة عن محمد أشكر كل من ساهم في إنجاح اعتزال محمد راشد سواء من الحضور جماهيري أو الشخصيات اللي ساهمت في تكريم محمد راشد نرجع ونقول الرجل خدم والده رحمة الله عليه خدم فاليوم يعني هذه من الشخصيات اللي اليوم لما تقول تستحق أن يعني تعطى الصراحة الجنسية هذا الرجل خدم الكويت خدم نادي الغاتسية لما مثل دولة الكويت كنادي الغاتسية والده خدم الكويت أيضا فاليوم إسراء خدمت الكويت صراحة عموما يبقى الأمر عند الإخوان في مجلس الوزراء الأمر سيادي لكن إن شاء الله كلنا ثقة أن هذا الشخص من الأشخاص اللي يستحقون أن ينالون شرف الجنسية الكويتية لأنه كان يعني مواعدين أنه خالص موضوع كان خالص فليش هو قفوا ومالله رحمه بعد كويتية ووالدته أيضا رحمه ووالدته كويتية وكان مواعدين أنه وعلي هما الأثنين محمد راشد وفهد العنزي فهد العنزي مشى أمره وبقى محمد راشد يعني من الظلم أنه يعني فهد يستاهل وإنه يستاهل وإنه يستاهل على العدل يستاهل وإنه يستاهل أنا موحد من ذلك عليه بالعادل يستاهل نتبني هذا يعامل بالمثل صحيح وكل خدم الكويت أروح لتقرير المبارات القادسية والعربي مع زميننا فواصل الله قمة الجولة الثانية من منافسات دوري فيفا الممتاز جمعة القادسية والعربي في مواجهة نارية بدير بالكويت في مباراة شهدت اعتزال اللاعب الدولي السابق محمد راشد أدار المواجهة الحكم الإماراتي حمد علي والتهديد الأول أتى لأصحاب الأرض عن طريق بدر المطوع وكرته مرت بسلام على مرمى العربي القائد بدر المطوع يمرر إلى لوكاس الذي سدد كرة أبعدها سليمان عبد الغفور عن مرمام الأصفر تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي رونيرو الذي تابع كرة ارتدت من الحارس سليمان عبد الغفور تسديدة السوري يوسف قلفة لم تشكل أي خطر على مرمى خالد الرشيدي لينتهي الشوط الأول بتفوق قدساوي بهدف نظيف شوط المباراة الثاني بدأ ورونيرو المزعج سدد كرة قوية وسليمان عبد الغفور يقف أمامه فهد الأنصاري يمرر كرة ذكية إلى أحمد الظفيري وفرصة الهدف الثاني ضاعت على القادسية القائد بدر المطوع أضاف الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة لتشتعل المدرجات القدساوية بهذا الهدف الجميل الأخضر حاول العودة إلى مجريات اللقاء ومحاولات الأسباني تشافي توريس باءت بالفشل علي خلف من فرصتين حاول العودة إلى المباراة لكن خالد الرشيدي يذود عن مرمى ببراعة لتنتهي المباراة بفوز قدساوي مستحق بهدفين نظيفين شكرا فوز خلأ أبدأ مع الفايزين وخلي الخسرانين نحيط الله يكون أبدأ مع بو سالم بو سالم تفوق مدربكم الأسباني على المدرب الأسباني العربي هو تفوق لأنه عنده إمكانيات حقيقة إمكانيات القادسية رهيبة خاصة إذا كان بدر مطوع في يومه اليوم لما اتكلم يعني أنا حقيقة بدر مطوع طير مقناص لاعب مميز في يعني اليوم الكل كان متخوف أن بدر كان مسافر البدر مجاهز مجاهز وعلي بدر بدر عظم مجلس بالأولمبية للجأولمبية وقوّل عليكم اليوم يعني ما شاء الله علي بدر اليوم إحنا كنا خايفين كنا خايفين يعني أمانا كجمهور الآن إحنا كلنا جماهير فكنا خايفين أن بدر ما يكون المستوى اليوم بدر فاجأ الجميع أدى مباراة والله كأن عمره 17 سنة لي أقول لي ماشاء الله لي أغلب أدنية ماشاء الله لي أغلب أدنية نعم وبعدين بدر يعني إذا كان يعني داخل الملعب شنو ميزة القادسية صعب عنده لاعبين يلعبون ما بين الخطوط يعني ما عندهم عندهم لا مركزية أحمد الضفيري فهد لانصاري سلطان قاعد بس يصلح أخطاء ربعة بدر مطوع حتى المحترف اللي على الشمال البرازيلي اللي سجل هدف لول يعني مميزة شوية يعني يطلع مننا إن شاء الله مع الوقت رح يكون أفضل وأفضل لكن لما تشوف القادسية اليوم الفرحة أنا بالنسبة لي فرحة الفوز أول شيء على العربي كفريق كبير له تاريخ كبير كذلك اليوم القادسية نساننا يعني إن شاء الله يستمر طبعا نساننا المستوى المتواضع المتدني اللي الموسم اللي فات بالذات لأن الموسم اللي فات بوسعود هجمات ما عندنا ما نهدد فريق الخصم دايما نلعب باص نلعب 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 لكن ما في خطورة على مرمى الخصم ما في نهاية ما في نهاية مثل العربي اليوم العربي اليوم كان شذي ترى بنص الملعب كان يمشي الكرة لكن ما كان يهجم على الخصم علشان شذي اليوم تشوف حتة القادسية إصابتين اللي هو خالد خالد والثاني منه وصيب بعد في عندنا إصابة ثانية اللي نزل نعم طرد 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 خالد طلع برا ما كان أي المدرب ما عنده أي مشكلة قير تغيير تكتيكي داخل الملعب دعم يحطي مشت الأمور من أبدع ما يمكن طيب فبالتالي أنا شوف أن الغادسية اليوم قدى مستوى أنا أعتقد اليوم وصلنا إلى درجة 6 من 10 خلنا نقول ونبي إن شاء الله نوصل إلى التسعة والعشرة إن شاء الله ويتفوق الفريق رغم أن أنا أشوف أن المدرب لا بصمات واضحة على الفريق إن شاء الله والله يوفقه براشد ما شفت مباراة عدر ما شفت عدر كنت متوقع نفوز الغادسية بصراحة أكيد لأمانة كنت متوقع لأن اللاعبين قبلها بيوم موعديني صراحة بالإمباراة فهد النصاري وبدر وصالح موعدين بالإمباراة للأمانة وحتى يمكن لو تشوف تغريداتهم قال نهدي الفوز صاري قال قال نهدي الفوز بس أنت اليوم العربي الصراحة سيء نعم الحرب سيء اليوم ما شفنا هجمة يعني خمسة واربعين دقيقة ما شفنا هجمة للحرب الغادسية مستحوذ بسيطرة على الملعب مندلاعبين مثل ما قال بو سالم يتحركون ترى ما في مركز مؤين بلاعبين النصف الغادسية إلا سلطة نعم طلع النزي وصول الوحيد اللي ثابت الباجئ قال يتحركون برياحية فهدنصار يتحرع أحمد ظفيري بدر المحترف يروح يمين يبدلوا يا بدر شفنا هجمة اليوم مميز صراحة الله بيغادسية نتمنى نحن كهاتم مشجئين نحن خلاص نتمنى أنه يستمر للفريق بالأمانح بو علي شفي يوم العربي تعقل العربي خلي عيدوا النظر أول شيء نقول هذا الكلام اللي مجلس نادي مجلس الإدارة رئيس وعضاء مجلسان العربي لازم يقول المدرب يقعدونه يعني ما يصير فريق أنا ولا الحين ولا أحكم عليه من الحين يمكن فيه ظروف فيه أمور ثانية ما عارب الفريق في الأمور هذه ما عايز كرمان نطوب فالحن ثالث مباراة هذه اتحاد الاسكندري والسالمي وهذه القادسية أنا حس إن الفريق ما أحسك الفريق وقال طب ما نعب روحوا لعبه الفريق ما فيه تنظيم يعني اليوم اللي صار بالمباراة العربي لعب لعب كرة غدم صح صح هذه اللعبو ي نعبه كرة غدم وهاذي اللعبه كرة غدم صح أنت جاد فيها كعين العب خالصة تنويّج اللعب انتجار بالملعب صح العربي لعب كرة غدم غلط اوه مو صح يعني لمو هي كرة possiamo اللذك لعب يعني مو غلط ما يصير تقول ها لعب كرة غدم ذن رأس أنا قاعدا Musik هاتي لعب بلسكة هاتي لعب تاخذ الكرة لعب على كيف. هذا لعب على كيف. هذا ليس منظومين. ليس منظومين. يعني ما تحس انه فيه تكتيك داخل الملعب. فيه مون قاعد يسوينا داخل الملعب. العربي لعب كرة قدم سكة. والغاتسية لعب كرة قدم. حكمة يعني. يعني انا اقول لك اقول لك ابو راشد. عرفت شون على اللعب. انا تتكلم انه لعب و كرة قدم صح. شوفوا قاعد يلعبون كرة قدم. بس القادسية الفرق بيننا وبينهم. انه قاعد يلعبون كرة قدم صح. انت قالت بتشار داخل الملعب صح. تنويع اللعب. تحس انه تكتيك. مساحات ضيجة بين الخطوط بالغاتسية العربي. الحين تتكلموا هنا على القادسية. حين تتكلم عن عربي. في في مساحات بين الخطوط. اه تنظيم الفريق اللي من اللي عمل فيه ضد السالمية و ضد تعسكني. نفس التنظيم الدفاعي. الدفاعي نتكلم. تنظيم كفريق دفاع. تنظيم و كخط دفاع. التغطية مموجودة. المراقبة الصح مموجودة. التوقيت الصح. يعني انت التوقيت. احنا عندنا مثل مهاجم. لازم توقيته صح عشان يقوم. المدافع نفس الشي. لازم يكون توقيته صح عشان يقطع على الكرة. ما كنت توقيت لا توقيت صح. لا مراقبة صح. لا تغطية صح. يعني واحد يغطي على الثاني صح. كلها امور هذه البدياء الاساسيات في كرة القدم مو موجودة بالفريق اليوم. هذا شغل مدربة. وكيف يتحمل الجزء الاكبر من اللاعبين يتحملون الجزء من من الخسارة من اللعب اليوم المدرب هو يتحمل. انا لش يقول المجلس دارة يقعدوا اياه ماء قولنا انا كنت لكم شي لوبة. اقول اغاق تقول كلمة احنا بعد فسرون شي دا انا يقول يودوا تعل ترى احنا موراضي. حسسونا ترى احنا مشكلتنا اذا اي مدرب اجنبي صدقني هالا اللي قاعد يصير صايروا ايام مع التعامل يقعدوا اياهم يقعد مع مع مجلس الادارة احنا ينادونهم يقعدوا ايام يقولهم كلمتين هاي واحد يطالع الثاني ها والله كلام عادل جنة لو واحد مدرب كويتي يشاركوا لا يطلعون لفس الان اقعدوا ايام اقول اريدوا اقول الكلام مثل عليه مثل على المدرب سو نفسك تعارف هذا خلي خلي فكر ان يقول هذالي يفهمون كورا خلي اعرفون ماذا لا فيهم معا اسامة لاعب اي 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 هاد بس راح نراضك انا اقول لك علي من داني لاعب كلهم لاعبين يعني انا اقول لك وهذا اللي ما النابي منكم ان تقعدون ويا تعال مو يقول لكم كلمتين وخلاص قاعد بها ناقشة ما اقول لك شي له ولا اقول لك اه طردة ولا اقول لك ايش اقول لك ناقشة اخذ العطل يا ترى مراضيين مو هذا وضع الارضي احنا يبينك احنا يبينك ترى احنا فريغ انجازات فريغات يعني لا تقول لي انا بس سوي فريغ تسوي فريغ اعمارهم على على ثلاثي سنة تسوي فريغ تمو مطلع على ناشية تلاعبوا كلهم محترفين اللي من بره الكويت اغسط اللي من الكويت اللي من بره الكويت كلهم محترفين اوكي بو بحسن اخونا عبد الرحمن عبد الرحمن بغيث يقول بصراحة العربي اليوم مسلم الامبارات حق الغاتسية كأنه حصة تدريبية من غير ضغط ودفاع مرتبك ومحترفين دون المساعد ايضا في هالكلام انا ايضا ان المدرب مو العربي مو اللاعبين يعني مو دفاعا عن اللاعبين انا اقولك المدرب احنا لما نقول مثلا قالب وعلي ان الادارة لازم تقعد مع المدرب احنا لما نقول الادارة تقعد مع المدرب بسعود ليش نفس الاخطاء نفس الاخطاء اللي سواها بنادي السالمية خل تحات سكندري اول مباراة فريق جامج فريق يفوقك امكانيات ونعم بالمحترام للسالمية والقادسية السالمية والقادسية نفسك بالضبط متى بديت بدوا معك اليوم القادسية فاز باقل مجهود اليوم احنا توقعنا الامانة توقعنا او شي تغير باللاعبين يعني في كذا مركز تغيرون احنا قلنا ان اكزافي اللي بالنص المفروض احنا قاعد اوكي عنده يبدأ بالهجمه صح لكن عبدالله الشمالي يمتلك امكانيات دفاعية زينة وعلي الخلف ليش تأخر فيه وعدد بكمل لك شي ثاني شي ثاني اللي ينصدمنا منه ان مباراة السالمية نفس مباراة القادسية بالضبط اذا انت خطيت وانا عندي معلومة واصلتني انه قالوا فيه اخطاء مباراة السالمية ليش تكررها مباراة القادسية نفس الشي نفس الاخطاء اسلوب اتحدى اي احد ما احترام لكم جميعا يعرف شنه اسلوب من مدر بناد العربي ما ما ندلش يصير طريقة اربعة واحد اربعة واحد رموة اربعة واحد اربعة واحد خمسة خمسة ما فيه نص مساحات ونفس التغييرات مع احترامي العلي عتيج علي لاعب متميز وزين لكن انت استفدت منه مباراة السالمية بعيسى وليد تعور اول اربعة دقائق وما قصر مكان مو مكانه لكن الرجاء اللاعب ما يعطيك شق الهجومي علي حتيجي شنو البديل اي نقول لك عندك فهد زويد تبتقولي من مدرج قارنة يا ايه لا 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 افعالي تفاجأ اوليوم انه هو مدرج فهد زويد انجل ليش جايبة انت جايب الله يتزاهم خير مجلسى الادارة جابه يمكن يمكن ست تلاعبين محلي كن لعب ممتاز ترا كلهم بغض النظر بغض النظر بغض النظر عناساميهم سجلنا مو أساميهم يعني قوية بسثنا يمكن فيصل المعروف فيصل عجب الأسامي هذه تفيدك بالمراكز اللي جايبينه أحلى ما فيه الإدارة جايبين مراكز المحتاج الفريق احنا ما شفناهم اليوم ما شفناهم بره عندك منه عندك مشاري كندري ما استفت منه عندك علي خلق ما استفت منه عندك أحمد يونس ما استفت منه بدر طارق أوكي بدر توراد بعدين أصرارك على نفس الغلط علي مقصيد لاعب كبير ولاعب عنده مكانيات ما تختلف عليها لكن علي تمرن قبل السالمية يمكن بأربع تيام خمسة ايام من نصر معسكر هم تعود أكيد علي مقصيد يعني بتحجي علي علي ما عنده القدرة أنه يهاجم ويدافع لي أغتمات سادح علشان شدي ابو حسن لازم يدعونه يا لإدارة فإذا خلق من ابو حسن عشان بروحك فضل أنا اللي مستغرب منه هم أكيد قعدوا ابو علي قعدوا معاه مبارات سالمية وأكيد قالهم الأخطار نفس الأخطار أنا بعرف الحين شنو بيقول طيب أنا شايف المباراتين نفس الأخطار عدل نفسها خل الاتحاد نفس الأخطار نفس السالمية نفس نفس التبديل ونفس وقت التبديل يعني اليوم والله العظيم قاعد نطاع عمبرة القادسية يعني بأقل تعب وخبرة لاعبينه فريق منظم خطوطا منظمة استغل أخطاء العربي وسجل مع العلم النشوط الأول كان يمكن يطلع يمكن أربع خمسة لاحظة بأسرود سؤال بس سألك كنت أول شي صار مختلف ش حق تهيبة إذا أنت مغلوب المحترف وعشان يفيدك يغير لك النتيجة وهو أنت مغلوب تبدل المحترف تطلع المحترف يعني ما منه فائدة أبو علي عندك علي خلفي خلفي أترك يا العربي عشان أنا أخذ رأيك الفن يا علي خلف قاعد أتخلم عنه علي خلف عندي علي خلف عيدي عرف اليوم العربي يعني علي خلف هو سبب الخسارة لا لا لlaughing لازم يلعب لا لا لازم بسلا حين قاعد عطي رايك في العربي سبب الخسارة أنا أشوف المدرب ما توفق بالمحترفين المتواجدين يعني اللاعب اللي هو السنوسي سنوسي ها الليبي لاعب يعني حقيقي يعني ما يلعب للفريق الصوني يعني هو لاعب عنده إمكانية عدرب وعلي هو عنده إمكانية لكن قاعد يعمل شو حق نفسه يعني صراحة أخر وقربه سائم وايد وايد موت الهجم وبعدين لاعب مثل علي خرب بالمنتخب ولاعب صغير ولا مستقبل كبير وأنا أعتقد أن العربي إذا يبي يصعد للأعلى عليه أن يهتم باللعبين الصغار المميزين أمثال علي خرب فأنا أعتقد المدرب ما أشوف أنا حتى القول الأول ترى خطأ بالتمركز من المدافع اللي هو الأسماني ما في تنظيم دفاعي يا أبو سوالي ما في تنظيم ما فيه من خطة الوسط باللجوم ما فيه عندك خمسة حمسة بس رفعة الكرة المفروض هذا يكون جدامة شون صار وراه صح وراه على الشمال كرة يا عيال يمين ضعلي مدافع سنجد دابك لازم بسعود 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 عشان بروح بسعود لا 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 بس النقطة هذه لا بس نقطة هذه بسعود بروح لا أنا معطيك تتكلم بسعود 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 السنوصي عندها مكانيات عندها مكانات فردية هائلة لكن ممسخر للفريق ممسخر للفريق يعني 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 فيه لاعب فيه الجمهة الجمهة يقول شنب وحسن يقاعد مع المباراة يحسن المدرب ضايع 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 ما هي نفسه ببعلي لا تنسوا اللاعب أمانة يعني اللاعب اللي هو عبدالغفور سليمان سليمان فارض نفسه سليمان فارض نفسه إن شاء المبارات كبيرة داف محققة اليومي طيب براش رايك ومحترفين الغادسية أدري انك ما شفت المبارات لا أشيلت شوي بس رشيد شوي اللي يغتم مو ذاك بس ما شاء الله كان يعني لا شالت مو رشيد اللي نعلم مو لولي ممكن عشان الفحص وهذا أنا عجبني البرازيلي صراحة الطرف اللي يسجل بوله لا مميز تحركاتي يبين لها حتى كان كنت قاعد عند رأي الحفل فشات فيه بعد بسعود استغرب عبدالله ماوي وين؟ ماوي متعور عندهم سبع لاحبين الصابع ماوي متعور وقمانلي حيشان متعور حيشان لا لا ذولة عرب بس ماوي نستغرب تعور طيب خل بالروح اقل لقاءات اللي تمت بعد المباراة لكن خل اخذ رايخونا احمد البستكي يقول يقولون نبي حضور الجماير شون نحضر وهذي كراسي ملاعبنا والله تعبنا يا اخوي احمد احنا عايزنا احنا نقول انت الشبك اليوم بحذي عدلونا قبل المباراة شبك يعدلونا عكم هذي طايحة ما يشلو ماخر اللعيب هذي نعدلونا لين متعاد بي على الأخطاء هذي تعتم اختنا حصة العجمي طلعتنا برا الموضوع لكن تقديرا يعني ان شكاعت راسليننا وتابعيننا نقرة اغريد تتش تقول يعني هي مو مقتنعة باختيار الكابتن ثامر عناد كمدرب وطني تقول في فوز ابراهيم محمد ابراهيم راشد بديح والعصفور شنو انجازات كابتن ثامر عناد لا تستعي لين اختحصة خلنا نعطي فرصة ابو عذبي اذا كان قرار الانتحاد صحيح وبعدين لما يتغل يعني هما المشكلة ان الاتحاد لاحب ما اتخذ القرار باجي باجي اقل من اسبوعين اي ثلاث عن المقارات ما ندري من المدرب خنعاب العربي اول طيب اروح اه نحن بنصح براشد بنصحك نصيحة قافي قولك عدني سلف مو تعطيه يقولك عابيبي وسلف والله يستاع احنا نسلفة نعطيه اللي يامر عليه براشد وما يقصر كراو كريم لا لان نقعة بجوانية واحدة فعارفين ايده كريمة ما شاء الله اي 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 احنا بطلع عدده بربالك يا محمد راح تسمع راح تسمع كلام معسول بالبداية هذا البداية اروح للقاءات اللي تمت بعد نهاية المباراة هارضك العربي وجماهيرة قدم مباراة كبيرة يمكن كانت مباراة تليق هالجمورة الحاضر الحمد لله على كل حال خذينا لهم من المباراة ثلاث نغاط طبعا انت مثل ما انتعارف اول بداية الدوري لبت اضامن ما قدم الاداء اللي حنا نطمح له لكن الحمد لله الجولة هذه خذينا الاداء والنتيجة الحمد لله الحمد لله هذه صدارة مو معناتها خراس باقي تول موسم شبابا قصروا كلهم وحمد لله خذينا ثلاث نغاط ومشاء الله ليايا تحسن متبقى تلعب اليوم؟ مو سواء كنت متوقع أو متوقع انا المهم جاهز سواء كنت اساس ولا كنت احتياط انا جاهز حق المباراة والحمد لله دشيت حمد لله خذينا ثلاث نغاط اتوقع نستاهل ثلاث نغاط وبأداء وامام العربي اتوقع ان يستحقون كلمة شكرا لاخواني الابطال مشكلة هذي اخطال فنية اللي قاعد نتكلم عنها يعني عند المدرب ممكننا يتفاداها يعني ليش لا بس الاخطاء هذي اللي حصلت استقلوها الغاطسية احنا لو اننا مسجلين كان تغير رضا اللعب كله مستوى المحترفين اليوم؟ مو كل الرضا لا مو كل الرضا صراحة يعني واضح ما اقدر انا اشوف شي و اي اقول شي صراحة لا مو كل الرضا يعني عندهم افضل عندهم احسن ما اقدموا ما ادري يعني اه انتمنى ان شاء الله الامبراطلية يقدموا للأفضل والاحسن والاحسن حياكم الله و ايانا اه انا يعني اشكر الاخوان اللي يعني اعطونا تصريحاتهم عندك تعليق على تصريح النجار لا اذا هو المفروض الحين الممكن يتفادى اه اه يعني الاخطاء اللي صارت تتمنى ان شاء الله بس لازم يقعدونوا اياه انا يعني اوايي ادارة الفريق اه مجلس الادارة المهم يعني الناس دارين يقعدونوا وياه على الغل شوية بس حسسن لان اي عمل اي شغل او المدرب ولا غيره اذا تسكت عن الشيء يمكن هو ياخذ فكرة يقول ذي غاغين علي ساكين اخونا اخوان في جريدة تايوش يقولون من الظلم الحكم على مدرب العربي من خلال لعبتين محمد كرم على اي اساس حكمتنا المدرب سيء عربي بحاجة الوقت وغير مطالب بلايان مطالب في اخطاء اللي صارت نفسه بسعود بسعود احنا ليش ننتقد نقول ان نفس الاخطاء اللي صارت طرحنا شارعين الاتحاد اسكندريك اخو احمد النجار انا عندي عندي خبر انهم قاعدين معا مبارات سالمية وقال اول عن الاخطاء حاليا نفس الاخطاء بالضبط صارت مبارات غادي اخوان في جريدة تايوش جريدة الكترونية احسن مدرب مدرب العربي احسن مدرب احسن مدرب احسن مدرب احسن مدرب اخونا عبدالله شلاحي مدرب الوطني قرونير والظفير والامطوع والانصاري كانوا يلعبون على المساحة بين خطي الوسط والدفاع للعربي فخلقوا المساحات لسوء التنظيم الدفاعي بالعربي لعدم وجود قائد يتحكم بالايقاع اللجنة الفنية بالعربي ركزت على محترفين مهاجمين وتركت الاهم وهو ضبط خط الدفاع لخلق الاتزام بالفريق لا 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 مو هذا المستوى المدرب هو اللي فرض على المحترفين الوسط والمدافع نعم طيب يعني ايه هذين الاثنين الاسبانيين ايه المدرب مدرب فارض ايه 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 فارض اللي فاصل وبعدها سنعود موسيقى موجود؟ حياكم الله ويانا خل اقرأ المسج اخونا العزيز طبعا احد الدعمين لنا اللي دايما نشكره صراحة واكفته معاننا مع برنامجنا شخصيا يعني مقدرة وعلى عين والراس اخونا محمد النصار ابو علي يصبح عليكم بالخير جميعا يقول ابارك للقدساوية بشكل عام محمد راشد بشكل خاص وشاكر له دعوته الامبارات ولكن كوني خارجي البلاد اعتذرت عن الحضور ويقول محتاجين لعب سكة مالك عذر الح اهلا وياه وياه جاهز من الناس اللي صراحة كلامهم محلوا لي لاني ترسلت وياه اني اقدم لدي واقع اللي انا مسافر وتكريمك موجود ايه ما يقصر ابو علي الناس اللي بيغدرونك لو كانوا مبروا لخويت صحيح من الامانة خير اسابت دايما ابو علي انا دايما اقول من الشخصيات اللي تدعم الرياضة صراحة وما قصرت مع الكثير من الرياضيين وشهادتنا فيك مجروح يا ابو علي كونك احد داعمين يقول اما بالنسبة حك كرم لازم تعطيه مجال يتكلم يوضح نقطة ان العربي احتاج شغل سنوات وتأهيل الناشئين للدخول في منافسة مع القادسية والكويت وسلامي للجميع مشكور مشكور كلام الصح والله كلام الصح يعني لازم العربي يبدأ بالمراحل السنوية موجود 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 عندك من براعم موجود 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 هذا موضوع ثاني احنا موضوع اللي يبقى على الثلاغ ما رح على خمسة وعشرون سعجل ومحترفين انتش حقا منعب وتسوي فريق هذا موسم واحد يروح تنافس على بطولة مدرب وغدرة تتكون فريق نقص على نفسه انا بس ايضا انا بشيت بنقطة يعني دايما احنا نشوف شيء هجابي من الاخوان في الاتحاد لابدا ايضا نشيت فيه ونشكرهم على هالبادرة اليوم كانت في لافتة في بداية المباراة باسم الاتحاد الكويتي لكرة القدم والانديا الرياضية نهن المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني واحنا ايضا بدورنا بالتأكيد نشكر الاخوان في الاتحاد على هذه البادرة اللي تعكس مشاعر كل اهل الكويت ودائما احنا يعني ككويتيين نذكر مواقف المملكة العربية السعودية من يعني من زمان ولا ننسى بالتحديد مواقف خادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه الملك فهد بن عبدالعزيز بان الغزو العراقي والمسيرة تمشي والله الحند كلنا شعب واحد كلنا بلد واحد وكلنا اخوان في ظل قيادتين الحكيمتين وان شاء الله ايضا كل دول الخليج ان شاء الله تلتأم في حب واحد وشعب واحد ووطن واحد ان شاء الله خلو حق اتصالات مشاهديننا ومتابعيننا ابدأ مع ما شاء الله التغريدات اللي قاعد توصل يعني انا بعطي مجال شوية اتصالات شوية تغريدات حتى ايضا اكون منصف ما بين الطرفين ابدأ مع اول اتصال معاي ازين قبل اخذ الاتصال بس خلا اشكر اخوي فيصل ابو عباس يقول سلامي الجميع مبروك لأعظام مجلس الدارة وجهاز فني واداري ولاعبين على الفوز مبروك للقدساء والنبيل ابو سالم الفار موجود وحكام من الخارج واتحاد تغير ومجلس الدارة جديد هل في اعذار ثانية غير الاصطوان المشروخة هار لك يا ابو حسن الغالي طبعا يقول هار لك حق اخونا عباد اخوين ناصر صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور يا ابو سعيد يا حياك الله نظر الله يوفق مراشد المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي ثلاث تغاق فضل مقصيد هل هو مفروب على المدرب ثانيا القول الاول انا قريد تحمل المدافع ويا عبدالغفور وهم الثاني لانه في حارس يصلح كرة داخل ثمنتعش ان شاء الله يعني انا بعرف المسوي مبارتين يعني لو مقلو فريح مصلح له ما شفنه ما بيّن وتبازيله يعني انا بعرف واني مبارتين يلعب مثل التشكيلة يعني انت ان اوكي الدفاع الثلاثة شلت اه حي حي ما كان في مستوى مبارة لطافة احمد ابراهيم لعب مبارة زينة اليوم مع الباكي اليساء لعب اول ربع ساعة واخر عشر دقائق لشط ثاني يعني ما ادى ما انت شيء يعني لو قرر بيجلط ما لا اصدار يبي يجلط ما طيب سلامتك الاجلطة مشكورة ناصر نقطة في محلها نقطة السلماء عبدالغفور واعتقد في محلها يعني اليوم حراس المرمى يعني السيمان حارس خبرة وحارس كبير يعني هذي من البديهيات مثل ما تفضلت يعني ما في محلها ما في لاعب حارس يبعد كرة يبعد الكرة لداخل منطقة الجزاء يا يمسكها او اذا ما يقدر يمسكها يطلحها على الجب يعني هذي من بديهياته واعتقد السيمان يعلم ما يتعلم كونه حارس خبرة وحارس منتخ لكن ملاحظتك صراحة في محلة يمكن احنا ما ما اطرغنا لها او يبنى طاريها لا عدل لكن لا ننسى يعني اخوان ترى هم شال ترى اكثر من فرصة ناسك يعني بتحمل القول شالك شال عندك عشر قوالي لا يا مسعيد اهو شالها صح غلط زين وين اللي يصلح الغلط متابعة 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 وين المدافعين كرة ثانية كرة كانت قريبة وكرة كانت قوية جدا ترى مفاجئة لا انا احمل المدافعين اخونا اه اه عادل صبحك الله بالخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركة مبارك على مبارك لك حق الامة الغدوية مبارك حق الكيان الغدية مبارك حق كل واحد وقف مع الفريق وتشكل ملعب بالهالجوم وبهذه الطوبة مبارك لهم ونقول لهم الغدسية والغادتية راجع لهم وراجع حق المنصات التتويج ورسالتي حق بعض العرباوية مولكل في بعض منهم وقلة قليلة نحن كواتيين ونمثل الخمسة عش نادي اربعة عش نادي بل منهم مو كثير باكم منهم كثيرين أهل أخلاق رياضية شنو اللي صار شنو 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 اللي صار والله هي أكوفي ناس عندك يعني يعني حين جاي سمعوني شنو اللي صار إنه إنه لا تضرب الغدسية يعني بشية ثانية بس أنا أقول مباحك الغدسية مو فان ما فانت كلام وضع عادل وضع وضع لا 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 أنا أنا أكتفي أني أنا مدام عموما مشكور يا عادل أنا يعني أتمنى الواضح يكون الشخص يكون واضح ما راح تسب الناس قول والله ترى في شخص فلال فلاني أو فيه مثلا قالت هالكلام تعلقتني أو ما يصير فئة من الناس لا يسبحوا الكلام وبعدين شنو يسيب بيقول شنو قالوا لا لا يقول يا أخي خليقول شنو مثلا والله هالفئة شنو سوت حذفت مثلا كسرت سياير القدساوية كسرت الملعب أثبت أثبت خلطت يقول خليقوله غلطت لا غلطت سبت خلقوا سبت اللاعبي فلاني المدربي فلاني الشيخ الفلاني أما ما يصير والله الفئة وبعدين ما استفدنا من المداخلة محمد صبحك الله بالخير يا ذكري عابل سعيد حياك الله يخبر أتمنى حق أخي محمد التوفيق إن شاء الله الحياة المستقبلية إن شاء الله الله يتزاك خير مشكور ياسيمي حبيبي أبو سعيد أنت دائماً أنت بالمتصلين يكونوا واضحين طبعاً نعم أول شيء طبعاً نادي العربي داخل غرفة الملابس فيه مصايب أول شيء المتصل الأول قال أنه علي مقصيد هل أنه محسوب على الإدارة أو محسوب على المدرب أو محسوب على منه لذلك أنا أفرد عليه أقول له أحتر المتوين محسوب على منه اللاعب أصلاً ما يعتقد أن يعرض بالمتوين أنا أعرف المهاجم يطلع كثيراً بمجموخ وإنهت مجموقة يهجز لا يخاف أقول ميزة من هالي قاعد أقوله أنا موجودة بحسن المتوين لا بالهد يشارك لا بالوانتو يشارك يعني أنا ما أعرف مهاجم يعني كان عندي الكباتي هل بكلامي ممكن يغفر له شيء وحيد أنه كان هداف الدول المسلم لطاف ونطق وعلى بالمتوين طبعاً هذا ما يلنام هو فيها هو يعني مو دنبك طيب مشكور يا محمد مشكور نواف صباحك الله بالخير نواف صباحك الله بالخير صباحك الله السلام عليكم عليكم السلام والله أنا أتكذب عن موضوع العرب تفضل الحين العربي شون يأخذ الدوري مو قادر يخوز على السلامية والغادية يعني بيقصة من هندية صديرة مستعدة هندية صديرة فوزي نوقفون الكوي يوقفون الغادية عشان ناخذ الدوري ما يصير محترفين ثلاثة فاشلين اسبانيين نا فيصر عجب هداف وحط احتياط حمد أمان وينه ترى ما تغير الشيء هذا عربي والله تعب الفريق شرين الفريق كله جيب لك يخيموا الدفاع ما نفيه جمد يبيه الدفاع الدفاع مفتوح اليوم محمد يفرح ما احترام الله اليوم يشوف المدافع وراه شوف الكورة يمشي على راحته وبس البريق اللي بينافس ما رح ينافس بالطريقة هاردي لازم دفاع ويكون محترف أفضل من الهجوم يرطيك منافع مشكور أخونا مساعد من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صبحك الله بالخير يا أخوي مساعد صبحك الله بالخير أرد صعود وصبع عليك وعلى القلات الموجودة حياك الله ونقول حق كابتل محمد راشد كفيت ووفيت لغاورة الكويتية أبو سعيد بغد كلام العربي مشكور يا رغالي مشكور ما سمعتك يا حبيب أبو سعيد في عندنا أمثلة بالكويت مدربين ناجحين موسم يطاف أحمد عبدالسليم أبو أني الصغير يعني بان باين نجاحهم الموسم يطاف كلنا ليش أبو حجيب مدرب أستراني يفرض عني المختلفين جيب هالعينة هذي وخليبوا عني بوصن عندك منها مدرب وطني فاهم وعارض دور الكويتية ليش تعمل أكسيانا وعسكر يا عدلي سبعتعش ألف مباراة يجينوا دور الكويتية تجي تقدم يعني والله أكسي أتمنى الاختراح هذه تقدم لجنة ثانية بنادي العرب وراجعون الشعبات والمحترسين والمدرب قلبك من العافية شكور شكور يا أخوي مساعد أخذ أخوي سالم صبح كالله بالخير صبح كالله بالخير أخوي وسعيد وعلى يا عبدوك في الكراف والله الحقيقة أريد أن أتكلم عن نادي العرب ما راح أقول هارفك للدكتير لأن تعودت على بسمة هارفك أصبح تكثر من البطلات التي تحققها لكن الجريمة أين؟ أن الجمهور يستبشر بخير في دارة جديدة مع مدرب أسواني يكون لك بصمة بالفريق لأن الفريق لعب السنة اللي طافت ثم محترفين مغادن بكرة الجنة اليوم عبد الغفور لمس الكورة أكثر من لعب السنة العرب معناتها ما فيك لعب يعني لما يجونك لاعبين زنين قطب بالاحتياط وفي العلي خلق بعد نجم السنة اللي طافت في النادي العربي يقعد دكتا يجب لي لاعب أسباني حتى تكون كورة ما يعرف يطلع الكورة ما يعرف ما يصير يعني وين أحمد موسى السنة اللي طافت يطق بالإدارة يطق بالإدارة يطق بالإدارة السنة هذه أنت مستشار ما تشوف الأسبانيين ما تشوف اللاعب بيه يا أخي مو مجبورة يجب خمس محترفين فجيب طال عمرك على فايق الفريق جيب لي المحترف واحد سورة أحسن من خمسة مو موجودين في الملعب وبعدها السنوسي يجب لي لعب دورة رمضانية ومو بعد يلعب دوري مشكور يا أخوي سار بس الملاحظة الأخوة نابو عايشة ما كان يطق بالإدارة يعني انتقد انتقد يعني أداء مبارات انتقد أمر طبيعي كمحلل لكن عمره ما انتقد الإدارة ومثل ما تفضلك قال طق الإدارة لا لا ما في ترى من أحد من ربعنا أو من زملائنا أو محلنا وضيوفنا ضيوفنا ممكن لكن كمحللين كانوا يطلعون معنا انتقادات أمر طبيعي هذا انتقاد بجايسي السباح كله بالخير سلام عليكم أنا بس حبيت أقولي ابو سعيدا بي أتكلم عن تنظيم اليوم المباراة فضلا محمد راشد تحمل المبوتر يعطيها العافية لا محمد وراشد بعيد عنها اليوم التنظيم كان سيء جدا اليوم قاعدنا نبي ندور تذاكر كنا قاعد ندور في السوق السوداء يعني ما في لاكشك ولا بوث يبيع التذاكر واخر حيار التذكر يعطيها الغوات الخاصة زي وين المنظمين هذا يعني مباراة اليوم مباراة ديربي المفروض الاتحاد يقض طيقة كل لعبة المباراة هذه بعدين عن موضوع المباراة اللعب كان سيء جدا كل دقيقة طائح لعب المباراة يمكن وقفت نف ساعة يعني لو بحسب التسعين دقيقة وقفها ونف ساعة يعني هذا ما أدري مباراة مملة هذه ما تسمى ديربي هذه مباراة درجة أولى وبس يعني ما عندي ثماني يعطيكم العافية والله يوقف يا أبو راشد أبي مشكور أبي تعليقك على موضوع التذاكر يعني أنت المصالح كنا تباع التذاكر أكيد المصالح يعني لم يمكن بس ليش شذيه يا أبو راشد خانا بس أفيدك إحنا مشكلة ببعنا التذاكر اليوم ساعة أربع بس ما في أحد يعني النادي ما وفر للعمال اللي بيعون تذاكر كثرة فطرينا أن نحط ثلاثة بالصوب المغصورة والروابط ثلاثة عند الهلالي يعني محمد ما توقع الجمهور ما توقع تقول بكثرة يعني مو ما توقعنا احنا اللي عندنا ستة امال يبيعون الله يطعيهم العافية من النادي احنا احنا هذا الشغل النادي احنا شرقنا فيه بعد بعد ما اعرف هذا الشغل النادي رح له وزع أطيناهم تذاكر كان في ثلاث أشخاص بس لا لا ثلاثة ماكن صوب المغصورة ثلاثة ماكن تخيّل على الأربع بروا برش ترى اللي دازول الفيديو يقولون مكان واحد لا لا ثلاثة ثلاثة أشخاص مو ثلاثة أماكن ثلاثة أشخاص موجودين بالعون يعني اثنين صوب العربي وواحد صوب الغتسية عرفت واحد شخص واحد يبين وبالهلالي ثلاثة أشخاص فاضطرين أن صار زحمة حتى بدخول الجمهورة الليلينهم نعم صار زحم لا يوجد تنسيق والله حتى يعني أحد الإخوان مشعل الشمري يعتقد راح أقرأ تغريته بس خلأ أخذ العم بو يونس تحمد له بالسلامة وأيضاً أول مشاركة له بعد عودته من رحلة السفر حياك الله يا عم حجي أحمد صبّحك الله بالخير صبّحك الله بالخير بسحوه وتحوه وتحوه على الأخوان الموجودين صبّحك الله بسحوه وتحوه وتحوه على الأخوان الموجودين بسحوه وتحوه أول شيء ببدي لو تحطيني ما يخلح ربع دكيقة زيانة فضّل 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 أنا بس أبي أصبح على السيد مرزوق الغانم أبو علي حجي أحمد يقول لك كل واحدة أنت ترضى هل ولد هذا الشاب من الكويت اللي قاعدت قدامك واحد يقول لهذا مقيم بصورة غير قانونية بالكويت ترضاه يبو علي أنت أنت وضميرك معنا هذا الولاد محمد قاعدتك لا يبو علي ناشد ناشد مثلا سموريز مجلس الوزراء معالي وزير الداخلية إن شاء الله لا لا يعني يعني أعتقد له والله مخليك تكلم بس لو الأمر بيد أخونا مرزوق الغاني ممكن يعطي كل الأخوان اللي غير معه الجنسية يعطيهم يعطيهم الجنسية ما عندهم مشكلة هذا الأمر لا لا أبو عم أشهد كلام مو عنده مو عنده لا لا هو يدخل يقول ممكن يمكن كلمته مسموعة ممكن فضّل فضّل يا عبد فضّل أنا تحمل المسؤولية تماما لا لا أنا ما أتكلم لازم أريد عليك ما يصير أريد عليه إذا عامل أنا كعقول يعني إذا موضوع الجنسية موضوع الجنسية موضوع سيادي يا لا لا أنا أنا كعقول لك ناشد ناشد الشخص ما تخليه واحد يا عم بيوني والله يقول لا تكلم أخذ راحتك يا أخوي أخذ راح أنا أتكلم حتى أنا عند أحمد الفضلي يجب أن يجنسون أنا أتحمل المسؤولية أنا لا أتناشد الأمير إذا ناشدت الأمير الله يقول العمرة كل ما يصير ممنوع أنا ما قلت شيء أنا ما قلت شيء والله ما قلت شيء أنا قاعد أقول خلناشد الشخص الصح يعني ناشد رئيس مجلس الوزراء أنا أعرف أنا بشعود تفضل حبيب الحبيب مصحح تبقى بشعود لا ترفع رقتي تفضل تفضل أنا أتحمل المسؤولية أنا أدري منه الشخص اللي يمكن يساعد الإنسان هذا تفضل تفضل يقدر يساعد أنا ما قلت له مرزوق تفضل ما قلت شيء توصية من مرزوق القانم حق وزير الداخلية ما راح يرده أنت بشعود عائبك ستدخل واي وأنا مرة أكبرك على الأول خل المشاهد اللي يقول وبعدين تعلق اللي يتبه ما يصير تقوله لا لا تقطع إلى الواحد لا ما يصير إذا في شغلة أنا أعترض عليه لازم أقاطعك يا عم بو يونس ما يصير أخلك أعراض بشعود ممتلت قاطعني بشعود أنا ما غلط ولا قلت كل ما يشين ما محشوم من الغلط يا عم بو يونس والله محشوم من الغلط الآن شلو الجزرية الثانية تفضل تفضل الجزرية الثانية أبو علي الله يطول عمرا محمد كرم ما يحن أغني عن التعريب قاعد يناشد أنه لازم تقعدويا المدرب علي أبو علي نعم طلرت عليك وسامة قالت هنا قاعدين وياه قاعدين وياه وقلنا له مثل ما تبي بس المدرب وتمم أنا أقول عقل فرصة لعبة الشباب هذه الساعة يبين إذا طلع إذا طلع ما يفهم يعني صد هذا ما يفهم مش شو إذا طلع زين لعبة الشباب يمكن يصلح الأخطاء وشكريك أبو سعود وأكسفيل عالتا خير ومع رفع الضغطي بعشنا توفيك سلام 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 لحظة كان يرد علي بزاني الوناقل أنا كترى ما قلت لقل تشيلوا المدرب وقلت بس جاعدوا يا شو بحك لا لا يقول للإيها قاعدين معا يا نقول بعد أكيد قاعدين معا يا عالخطاء خلي قاعدينما يعني هنالك معا لي أشيء تبيعي ماذا قال تقول شيء اخو ما قلت طقو ولي بس بس سرا أخذ أخذ أخت صل والله أخذت أخر تصال أخوي صالح جنفاوي منسق الإعلامي الي ناضي نتير الأمر معين طرحناه في حلقة سابقة حياك الله يا أبو ثامر تفضل يا أهلا يا أهلا يا أهلا أبو ثامر أهلا أبو سالم وراشد مبروكين على الفوز وغيرك يا أبو علي وحسن عوضونه إن شاء الله أسأل الله وفقك يا أبو راشد إن شاء الله في حياتك الخاصة يا حبيبي يا أبو ثامر مشكور ما قصرت الله يسلم أعيد يعني أنا ما بيأخذ وقت البرنامج لكن يعني إحنا في نادي الجهرة وجب علينا توظيف في حلقات سابقة أنتوا تطرقتوا للصيانة في نادي الجهرة خاصة في الساعة الإلكترونية نادي أستاذ مبارك العيام نعم طبعا وهذا ما أأكد لي يعني أمين سر العام أخوي خلق السهو على اهتمام الحيئة خاصة يعني نائب المدير العام نقول لشؤون الإشاءات والصيانة الشيخ تمود المبارك على متابعة التامة لنادي الجهرة خاصة في إنجاز نقول للساعة الإلكترونية وهذا يعني إحنا نلتمس لهم العذور خاصة يعني إحنا لما نتكلم على صيانة نادي ترى مو بشي السهل يعني إحنا عندنا 14 نادي والهيئة يعني مو متخصين مع العديد مع العندية خاصة على طوال السنة وبسعية إن هناك يعني صيانات ولكن يعني نقول نلتمس لهم إنه صح إنه الوقت لكن جهودهم جبارة للأمان يشكرون عليها نعم ويعني نقول من مدير العام هي العامة الرياضة دكتور حمود سليطة إحنا المدير العام دكتور صقر الملة بكلمه بدخل خاصة يعني إحنا مثلا هذا الشيء لما نشوفهم تواصلهم التام وخاصة يعني إحنا يتم دقيقين خاصة فيه في أمور الضيانة وتتطرقوا في ذات العتاقة السابقة على أمور الضيانة لكن هناك تواصل كام خاصة مباشر يعني مع الشيخ حمود المبارك مع أميزر نادي الجهرة خلق السلام وأنا يعني هالمناسبة أحب أشكر دورهم يعني صراحة ممقصري ووجب علينا يعني في نادي الجهرة أن نوضح لأنه أنت أعلقته في حقوق الحقوقات وخلق السيد ووجب علينا في نادي الجهرة أن نوضح هذا الشيء شكرا لك أبو ثامر شوف يعني عشان توصل الصورة حق سواء الشيخ حمود أو أخونا خلق السهو أو الأخوان في نادي الجهرة أو أي جهة أخرى ترى احنا يعني نثق كل الثقة وعارفين ومتأكدين أن الأخوان أو الشيخ حمود يعني يحاول قدر المستطاع ويعمل بكل ما يملك من جهد وإمكانيات لخنقول تصحيح كل الأمور الخاصة في المنشآت الرياضي لكن لما نشوف شيء خطأ لما نشوف شيء سلبي لابد أن نشير له ويعني هذه ملاحظة حق الشيخ حمود بالنهاية مجرد اقتراحات ممكن تفيدك يا طويل عمر يمكن ما تعجبك اقتراحاتنا اليوم الموسم أنت تدري يعني يبدأ شهر تسعة كل الناس وكل العالم يدرون شهر تسعة اليوم لما أطلع موظفيني شهر ثمانية أو مثلا نصف سبعة يا جماعة كل اثنين ثلاثة أو ما عندي إلا اثنين ما عندي إلا موظفين اثنين أو أديهم كل يوم عند نادي روحي وبشيكة وشنو النادي فيه والله مثلا غرفة الحكام الباب مكسور والله مثلا عزكم الله الحمامات ما فيها ماي يكتبون ويدزونها لك يا طويل عمر أنت على أقل عندك فترة من شهر سبعة ونص سبعة بإمكانك شهر ونص حال كل هذه الأمور لكن لما يبدأ الموسم ويبدأ العمل مع بداية الموسم شي طبيعي إنه ما راح تخلص أو ما راح تحل هالمشكلة إلا مع نهاية الموسم أو نص الموسم فهي مجرد ملاحظة احنا نثق كل الثقة بأن الشيخ حمود وده تطلع مشاهاتنا بصورة حلوة وده يكون تكون المشاهات الرياضية أيضا بحلة جميلة لكن احنا أيضا مقدرين إمكانياتهم وظروفهم نروح لفاصل وبعدها إن شاء الله سنعود حياكم الله ويانا نبو حسن قبل الفاصل كنت تقول شي نحن بنتكلم لما نقولون أنه يشيل المدرب يعني وحتى تربع علي ما قالنا شيء المدرب يعني مو معقول من ثاني جولة أنا شيء المدرب نعم لكن الأخطاء اللي قاعد تحصل من المدرب نعم اللاعبين تحملون لكن إذا المدرب من ثاني مباراة نفس الأخطاء ونفس الطريقة اللي قاعد تحصل بالأخطاء نفس الأهداة يعني بوسعود ثلاث مباريات ثلاث مباريات عليك ستة هداة عليك ستة هداة عليك ستة هداة مع التحاد عليك ستة هداة وليك ثلاثة الثلاثة ما فيهم المهاجم ترى الحسين موسوي ترى حمد في ريح عدم الحارس وحطها يعني الأمور هذه الجهاز الإداري يعني أنا طالب الجهاز الإداري المفروض هو أبو شيء يقعد معه لنعد أنهم قاعدين معه قلنا لكن لازم يحطون حد لازم يصحون لأنه أنت الحين إذا قال لك شنو قال لك المبارات السالمية الأخطاء اللي قال اللي قالها اللي حصلت المبارات السالمية تبتقول له تبتقول له تكرت شنو أنت شنو تبريرك طيب شنو شنو اللي عنده موجود وما قدمه يعني شنو اللاعب اللي موجود بره المفروض يشارع لا 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 ملاعب شنو تكتف بو علي بو علي شنو التكتف بصارب كله واحد اسمر لا لا بقول لك أنت ما فهمت سؤال خانا أقول لك أنت الحين قاعد يعني تلوم المدرب بعدا ما أقول تنتقدى تلوم يعني في أخطاء عنده تنتقدى تنتقدى ماشي ماشي أنا ما بأخلي الكلمة جاسر لا 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 خاناكمل خاناكمل انت تنتقدى شنو اللي يعني المفروض يلعب شنو لاعب شنو الطريقة شنو يعني إذا أنت بتحط بس الانتخاط عليك عليك تحط الحل شنو طيب أنا شوف المدرب ما عنده إمكان نعطي الحل لا 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 خلي جاوب بحسن عشان عندي قرارات تحكمية جماعة بذل بصارب مدرب 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 اسباني عنده سيفي قوي حلو انت الحين يا المدرب لما تجي المفروض احنا نعرف شنو شنو اسلوب طريقتك طريقتك اسلوبك احنا لحد الحين ما في ولا شيء فهمناه من اللي قاعد تسوي واحد اثنين ولا هدف أنا قاعد أقول لك ستة هداف عليك وثلاث أقوال ما يعتبر حتى القول اللي سجل حسين موسوي ما يعتبر قول من مجهودة يعني ما في شيء من موسي ما قدر بو علي بو 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 بصاني تجري بثلاث مباريات ما في ولا لاعب اخترق من العم صح ولا لاعب ولا هدف من الثلاث الأهداف اللي تسجلت جملة اجاوب لك على السؤال على كلامك اجاوب 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 دقيقة التنظيم التنظيم بين لاعبين الخطوط ما في ولا شيء انا اتصرتك اقلتك خمسة الاتحاد المصري يبا شين الاتحاد العربي الخادسية قوي السالمية قوي عبنوا يا بي العب لا 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 يا شباب يا شباب خلاص خلاص صفتوا منابسكم وقعدوا بالبيت خلاص لا تلعبون لان كل الافريقى اللي قاية تلعبونها قوية ولكت العربي العربي يا ابو بصاني احترق بالفرق الثانية لا انا وقصي نبي شغلك لا ما يسمع ابو حسن والله العظيم مقع يسمع كلامي انت تقول ولا لعبة اخترق قاعد اقول لك هذي فرق منظمة فرق منظمة بسهد يا ابو سالم يا ابو سالم عيل اسلوبه خلط اسلوبه خلط يا ابو سالم لا لا ابو سالم ابو سالم بوسالم الآ monk الحين يا بنتلعب الفرق الغوية لا عندك حلم لا حاجة يا يا ابو شاهده ما عندك علم حلم بحلول مني نبي تعلمنا احنا ما نعارب شي نبي تعلم انت انت لا انا اخطم ادي اريد ان انا خاطر اتهم ادي اتهم انا يتعلمنا احنا ما نعرف شي لابيتعلمنا يشوف شي بانوز بشوف احنا بشوف احنا بشوفة جملة تكتيكية عمنا احنا بشوفة uesday تعال الملعب الملعب كم لعب يشير ملعب Forsy!!!! ايجا اهداء اهداء هشرين لعب بس يكفي حق 20 وايكفي حق هذا قomon في بروضح ملعب ملعب هدي الملعب كله ملعب كله مهدود ماكو احد اخذ كوه قير اللعين اخذ. وعلي. واخر بحاجة من في القلونة. ما يشرب. ما يشرب. ما يشرب. باعلي باعلي. باعلي. من خمس سنوات ست سنوات عندنا اللي يخترق محمد فرايح. حلو? صح يدخل من الحين انا ابيا الحين انت يا المدرب احنا ما نفهم. انت يا المدرب الحين. احنا بنشوف شنو بصمتك. يبقى احنا ما نقول دوري. ما أنا بنقول لك خلد دوري إحنا بس نبي فريق نبي نحس بفكر أنك أنت تقدر تنافس على نعم بداية قاعدين لعبون بربع ملعب بربع ملعب قاعدين لعبون بربع ملعب هادين الملعب كله براشد شنو خطتك المستقبلية كياس داري فني نجا عنده فلوسة لأنا الحالية نحن مدرب بأكاديمية إيه كابتن وليد علي كابتن نواف الخالدي كابتن علي كندري وماشيين إن شاء الله يعني أنت ماخذ بجانب تدريبي جانب تدريبي ماخذ بجانب إداري متعب إداري متعب أفضل أنا بالنسبة لي أحب التدريب أكثر أنت تحب التدريب لكن التدريب متعباتك إيه بس الإداري يعني براشد ما نحن بصير مدرب بسخي بدال مدرب نا العربي لا غشورة بوصد بشير مدرب براشد أنا بالحق براشد أمانة هذا يعني خلنا نكون جديين لا توخر عن هالمجال إن شاء الله بروحة تحكمية طبعاً الحكم كان الحكم الإماراتي حمد علي للتوضيح الإخوان يعني يستفسرون إن اعتزل هو قدم كتاب اعتزاله دولياً وليس كاعتزال محلي مقدم كتاب قبل خمسة وستة يام إنه بيعتزل دولياً مقدم طلب حق لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي هذا اللي قلت لك عن دولي اعتزال دولي وإذا اعتزال دولي يعني ما يحكم بره ديرتها ما يصير دولي بره غدّم الكتاب وسعيدهم غدّم كتاب هذي مو دولي مو دولي المرات هذي مو دولي مو دولي ومقدم كتابة نعتزال دولي لا لا بعد الحكم خلنا غدّم اختيارة لا بعد الحكم واختيارة هذا يمكن الاتحاد الإماراتي يعني يقدر هذا الحكم يرسله وبالعكس هذا خبرة يعني وانا شوفه اليوم تحكم بالمباراة بشكل صحيح طيب ولو انه انا طبعا طرد رح ليه حق الطرد والله رح نشوف القرارات التحكمية وناخذ رايكم فيها نبدأ مع أول حالة تحكمية في المباراة مباراة الغاتسية والعربي الحالة التحكمية تدخل علي عتيج على بدل المطوع ما عطاك ارتصف ولا فاول لا فاول لا فاول حسن فاول حسن فاول إيه فاول فاول بدون انذار بدون انذار 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 ابو علي ايه وين ان شاء الله لا 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 بو علي ما فيه شيء بو راشد ما فيه شيء ما فيه شيء بو حسن ما فيه شيء طيب الكل يقول ما فيه شيء نروح للقرار التحكيمي الثالث في المباراة هذه اللقطة هذه اللقطة ترى نفس اللقطة احنا حطيناها لانها نفس تقطة تقريبا احمد الظفيري هنا ما عطى شيء للحكم بو علي بو علي والله هذه فيها امانة يعني شوف شاتر بو علي هذه الطرد يمكن طرد بو راشد طرد 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 لان الانذار الثاني لان عنده كان الانذار حتى ما عندي الانذار محسن شوف مبعين حاط الرجل على الوجه يعني على الوجه بتعمد اللعب بس مو مو بالقسوة يعني هذه اللقطة نفسة ترى هي انذار انا اقولك اسفر شوف زين اسفر يعطي اسفر اي اسفر اقولك لان عنده الدار داني عنده الدار اول صح كنار ايه ايه مفروض ما عطى شيء طيب طيب نروح اللقطة الثالثة اللقطة التحكمية الرابعة عفوا هذه فاول هذه فاول 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 على المواجب على البرازيلي البرازيلي شوف غير مرسود يعني ايه بس فاول فاول ايه بس فاول 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 كل اتفق انها فاول عموما روح اللقطة التحكمية الخامسة هني مطالبة اعتقد بره صح بره 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 تتوقعونها بره تتوقع لهم خليه يقور لا طاحه لا لهم خليه يمكن يقور لأنه في تغطية في تغطية طيب هذي يمكن القرارات تحكمية في بعد لقناة أخيرة لقناة الضفيري في لقطتين بعد في لقطة الضفيري وفي لقطة يطالبون بركلة جزاء بعلي يش تقول هذه اللغة لا ما حشب لا 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 براشد لا لا ما فيه لا 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 ما فيه هادوها كذا مرة حتى الفار بعد قال ما فيه روح أخر قرار تحكمي لقطة طرد أحمد الضفيري براشد لا لا مطرد براشد ما شفتها هناك بشوف التبزيون بس أصفر أصفر بس اللاعب يعني واجهته قال لي ما حشت كل شيء يقول أنا مصدل لا لا شوف 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 لا ما فيه شيء لا حرام لا ما فيه شيء يعني لو حتى بتحسبح سفاوس مو طرد أعطاها طرد مباشر بس أنت قلو ما فيه شيء أعطاها طرد مباشر هي أصفر قلت بس نورا هو مو بالمادرية اللي يشوفونا من الحكام الحين مو لازم يرجع حق الفاردة بيعطيك هرتاح وقف أحمد آخر شيء قال أروح قال أولي يعني قال أولي وقف اللعب ملعب بعدين قال أولي ما يصير ايه حراشين أنا أقول أنا أقول يعني ظلم أحمد ايه والله حراشين أنا ما أقول يعني أحمد دش دشة لكن مشكلة الحكم ما يعرف أحمد نعم لو يعرف أحمد وعرف أخلاقية أحمد ما يساوه نعم لا يمكن حاشو وغير بتعمد أصفر لو يعرف أحمد لو حكم كويتي عارف أن أحمد مو طبعا يضرب لا يعني حتى لو بيعطي أصفر بسعود لقطة اللي قالوا بالنتي مع السنوسي نعم هذي أول اختراق للثمن تعش من السنوسي نعم نشوف وكانت خطرة خطرة ترى لو ثلاث مباريات نعم نعم كان مكانه كان مكانه كان مكانه كان مكانه فهني أبو سالم شنو إحنا نقول أنت مدرب كبير وأخبر مني هني المدرب المفروض يقول اخترق دش الداخل عندك مهارات عندك مهارات فردية تمكنت تمكنت إذا ما تقوله تاخذ بالنتي بس هالي ثرهي اللقطة الوحيدة اللي دش بسبب يزعاج فيها يا أبو حسن مشكلة السنوسي هذا أنه يلعب يوري الجمهور مهاراته المفروض يركز على أساس أنه يخدمه فري فريق هو أي توظيف اللاعبين مهم أنا بروح الاتصالات بس قبل الاتصالات رؤلاتي بعد يعني استغربت من شيء وأتمنى من الأخوان في لجنة الحكام العم بو ثامر صبيحابول أو اللي كانوا في يعني في الحكام أعتقدوا خوة عبدالهاد العنزي خوة على إشراغ يعني مو معقولة ست حالات أو سبع حالات تحكيمية ما رأى حق الفار اكتفى بأنه والله قالوا لها بنالتي لا مو بنالتي لا طرد يعني لقطة الظفيري ما يروح يشوف وهو فيها كرت أحمر لقطة مثلا البنالتي حق العربي ما يروح يشوفها أنه والله حاجة شتيدة بسعود هو يقولولي بسعود لا ما يصد ست حالات ابو حسن ست حالات ما يروح يشوفها يتأكد منها لقطة جوش إذا قالوا لها صحيح أنا أنا تقل الصراحة أنا شاكل الموضوع أن الفار ما كان يشتغل بالمبارات ما أعطر أنا شاكل ما يصير لقطة الظفيري قال له وقف أول شيء قال الحكام إيه شون ما يروح يشوفها إيه ما رح شافها شون إيه الفار إذا كان متأكد فوق اللي موجودين فوق يعني معقولة اللي فوق أكده والطرد قال له طرد معقولة إيه قرارك سليم إذا قرارك سليم إذا كانوا شاكين بس مو صلح هو غرار خاطئ حكام بزين بحسن لحظة ليش مو قاع يكلمونه مو فار ليش ما حطوا لقطة المخرجة ليش ما حطوا لقطة على الفار إنك يعني هم الحكام ولا حكام لدار مو في غرفة فار مو راح لحظة إذا قالوا قرارك سليم أدري أدري هو مو قف كمل إذا قالوا قرارك والله إحنا شاكين مثلا أنت قلت لا أنا قلت إيه؟ روح وين؟ روح إيه بس مو حسن يا حبيبي وحسن شاشة مو تلفار كان مو دينا أيده وغراره غلط براشد براشد تحت الملعة نتكلمين اتفقنا أنه مو طارد براشد يعني هم أيده وغرار براشد تكلم الملعة شاشة البار موجودة موجودة بس ما شبناها ما ممر عليها الحكام ولا شيء قبل المو راح شغالة شغالة عكس ما تعطيك هذا اللي على عكس الملعة هذا اللي يتلمون السماعات سماعي 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 سعودي هي تحت المنصة بس عكس أنا أنا صراحة اللي خلاني يشيك بالموضوع لقطة الطرد يعني أنت اليوم لقطة الطرد ما روح أشيك على قراري وقفت اللاعب ووجف اللاعب بعد صراحة أنا وقف اللاعب أكثر من ثلاث دقائق بسعود بسعود هو واثق من قراري ما يصير يا ابو حسن ما يصير أنا اليوم أنت اليوم وقفتي قلت لي فار لا المخرج حط اللقطة على الفار على الكاميرات الغرفة مالة الفار ولا هو راح شافها ما يصير ما يصير ما يصير ستحالات بوحدة لا 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 لقطة الطرد لا الكرة اللي شفت هذه اللي حاشويها معي السلطان لا سلطان ولا هذي راح الفار لا هذا هذا مالة سلطان هذا بروحها أنا من اللاعب الغاتية أوقف اللاعب مشكلة اقول لا رح شوف للبار معلومة 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 مالة ساعدة ما تسجل احنا اتكدنا انه مو بلنتي عدل بس روح شوف على اللغة روح شوف طالع تاكد يا ابو علي مو بلنتي عدل بس روح تاكد اذا العربي معتجي طالع انا اعتقد صح صحيح اكيد في مشكلة بشي في مشكلة اي طيب انا ما توقع لا ما توقع لا لا لان الحكم اذا كان قرار الامر واضح بحسن لا ابو سعود بحسن شي بالعقل بالعقل ولا لقطة احتجت اني اروح اشوفها بالفار مدري ليش ولا لقطة لان الفاري القلك لحظة لا ما يصير لحظة لا يا فاري القلك Sci اتفقوا عليه 女 كلهم اتفقوا عليه كلهم انتبقوا على ايه كلهم؟ كلهم لحظة 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 سبحان الله هذا الشيء ما يصير إلا بالكويت لحظة لحظة محمد كان موجود وحكم قال حق أحمد اوقف ووقفه تقريباً ثلاث دقائق أو دقيقتين بعدين قال خلاص روح يعني معنات هو الشارع أنا قاعد أقول في الفار هم يكلمونا إذا هو إذا هو اللي طالب للفار هذا غريب وما روح يشوف الشاشة أكيد شيء هو طالب للفار لكن أنا قاعد أقول لك لقطة الضالي سعيد ترى الفار مهما يشوف مهما يشوف الغوار الأخير عند الحاكم أخذ أخولي إبراهيم حبي صبحك الله بالخير صباح الخير أخوي بسعودي صباح عليكم كلكم إن شاء الله يا لفيك أخي نقول حق عرباوية هار لك وفريقكم اليوم قدم براك لكن ما حصل حق تقولوا علينا والقاتسية أخذها الحمد لله قاتسية كان اليوم هادي بالملعب حتى اللعب كان هادي وكشان شيء كان أفهمه اللعب وخطة اللعب المشكلة إن الحاكم اليوم مسعود مع اعتراملة ما كان قدر المبارات ما كان قدر المبارات حق يشوفنا أخطاء طائر منبارات دوس على الريل حتى في الخطة من المشكلة الغاتسية على على أحمد إبراهيم وحتى حكم سقطها كان مكسر قول ثانية حق الغاتسية فيها صحيح واللعبين نزلوا آخر شيء كانوا يغيرون الكثيف في قلعة الشور شكرا لك شكرا لك نيشت صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور بالسعود وصبح رضولك جميعاً ونقول حق الكابتن الحمد الراجل كفيت وفيت وما رح ننساك يا كابتن لأنك انت بصراحة لاعب من المقاتلين في الملعب النادرين صراحة وحبك يعني وإن شاء الله قريباً بإذن الله نبارك لك بإشرفك أصول على الجنسية إن شاء الله لك إن شاء الله بإذن الله وما رح يقصرون إن شاء الله معك بإذن الله طبعاً اليوم فريق العربي أعتقد أنه فريق العربي عنده عناصر ولكن عنده مشكلة بتوظيف اللاعبين واختيارات اللاعبين وأعتقد لو فيه مدرب كفاءة رح يكون وضع العربي بشكل أفضل فريق الغاتسية اليوم أدى المباراة بشكل جيد فهد الأنصاري رد على مدرب منتخب جوزاك اللي يقول لك مجهز بدنياً لأن فهد الأنصاري كان أفضل لاعب بالملعب بصراحة وهو سبب تماسك الفريق خصوصاً بأول ربع ساعة اللي العربي سوى ضغط عالي على فريق القاتسية وكان سبب ربك حق اللاعبين القاتسية لولا شوي خبرة فهد الأنصاري طيب 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 فيصل صبح كله بالخيط. فاضح. اصبح عليكم وعلى كل اخوان المحللين. اليوم بس انا بقول وجهة لاظر اليوم. اليوم انا اشوف انه نفس اللي صار في المنتخب. احنا نفذنا على النيبال وخسرنا المسترات. انا اقول مع احترامي للقادسية و لاعبين. القادسية اليوم فاز بسبب سوء العربي. مو اللي انه القادسية زي. وانا مستغرب بشتحفظ صراحة محمد كرم على مدرب العرج. يعني اليوم انا بالملعب قاعد اشوف. لاعبي الكارثي دفاع العربي الاسباني. يعني له قادر يدافع بس كلا يباصي للحارس. لاعب الوسط الاسباني اليوم مو قادر يركز بالملعب. علي مقصيد حتى بالمعسكر ما راح وما رجع لقبل اربع تيام. العربي اليوم قاعد يلعب ناقص. اليوم العربي قاعد يلعب ناقص. وانا عندي علم ان المدرب الاسباني مش طرط اللاعبين الاسبانيين. اليوم الفريق لو وترجع حق العربي قبل شمسنا كان عنده المواس كان عنده هايل وكان عنده الصالح ونافسه والخطيب كان نافسه على الدول اليوم انت عندك عشان انا توقع عشان مشاكل انتخابية ما لعبوا على الخلق ايهو احسن موهبة بالعربي الموسم الماضي ما يدري شنو السبب انك تتعابل مع لاعبين بنفس مركز مشكورة فيه صلى الله عليه ترى انتقد المدرب ووجه انته وقال قاعد لعبون كرة قدم بس ما قاعد لعبون كرة قدم صاح وما فيه كل شي قال عن المدرد النقطة الثانية بعد الفريق يبيفوز في مجلس داره ما يبيفوز والله ما لاعب هذا عشان مجلس داره ولا عشان لأرحب واحد يقولك انت يبهو تتكلب عالبدر الواحد يقولك انت ليش تنتغن در احسن صبعك الله خير السلام عليكم اعطيك العافية يا حياك الله عليك طبو شي مبروك لانه الخادسية وهي اتنمور العربي ونيتمنى التوفيق حاج محمد راشد عالم الحكريب حبيب مشكور أخي عبدالله أخي عبدالعزيز خساس القاسية خساسة العربية اليوم ومعنا القاسية هذا واقع أنا مريد أن أشاهده الآن القاسية مشكلة إدارية يبدلون لاعبين يبدلون مدرب لو شي يصير القاسية في النهاية راح يفوتهم على العرب هذا واقع أتمنى لكل يتقبلها هذه الحالة لي لا تتقبلونها في جمهور العرب هذا شغل للمضى ثاني أقوله عبدالعزيز يا ريح العرب الأم السكرم جاعد يقصر حظور مباريات نادي العربي هل السبب هو اختلاف الإدارة نادي العربي أم أنه ما دان يفكر بالشعار نفس قبل ويا ريت ما يأخذ السؤال الشخصي ويجاوب وشو تراني شكرا 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 لا لا وقال لك ترى جاوب من قبل قال إذا مباريات العربي أنا أروح مباريات بره العربي ما يروح وقال يقول لك لم تحظر مباريات العربي لا إذا إذا ملعبنا حظر إذا ملعبنا إذا بره خاف تصرخ شيء وحي يطقنا بعد ما فيش أنت على هذا الطق بره ملعبنا ملعبنا أروح بالعكس طيب في تصال إخوان قبل التصال في أحد يبع علق على الاتصالات هذا حسن من إش اسمه حسن صرار ما عندما تسال هذا جاهل يجو الشيء ما عندما تصال لا لا رايب بعد ليش ما تحظر رايب ليش ما حظر ليش ما رايب سؤال اسمه حمر حسن السلوك ما عندك سالفة غلر قصلي ما عندك سالفة إلا محمد كارول ما عندك سالفة وضع العرب ما عندك سالفة وقال يمكن أن تمثل مع التعدل هو شي يقول بالبداية يقول شوف إمكانيات القادسية تفوق إمكانيات العرب يعني القادسية راح يفوز يفوز ولو أي مدرب ولو أي هذا كلام أهو زين فهو قاعد يقول هالكلام وبالفعل الخادسية عنده امكانيات افضل من العربي لا نتكلم على الموضوع اهدف ندي اكمل اباخر اتصال اخونا العزيز صباحك الله بالخير يا هلا بالله يا كله يا الله يحيي يا كله بصعي وارحب الساعة اللي عندك وعلي وخوي عروفك عروفك وانا ارحب ارحب في الجميع اللي موجودين عندك طبعا بالاخر صهوي وتاج راسي عمد راشد اللي زامل تالي منتحد خمس ساعة سنة وانا ويا محمد راشد اخوان انا اقول لك محمد كافيت ووفيت الله يتزاك خيري سامحنا على الاكسور لا باما من اكسور سامحنا على اي شيء ما قدرنا نوفي لك ايام يوم اتزالك يا حبيبي يا بسود يا حبيبي مشكور وانا اشكر جميع الجميع جماهير الكويتية عامة وجماهير عربي وغادتية خاصة على يعني تكرمهم وتبضلهم على عضور المبارات ودعم عمد راشد اللي لعب للفريغين ويعني خدم القرى الكويتية وهذا اقل تكريم من الجمهور نشكرهم والتكريم هذا لمحمد ولنا احنا كطاقم كامل مع محمد وانا اشكركم يا عبو سعيد وهذا الكلمة اللي احكيت حابة اقولها حبي محمد وكنت ما بيعني احب بجيكم الدوانية ما اكسور مشكور مشكور يا اخونا العزيز المحامي الاستاذ فهد بسعود من الامان لازم اشكر اخوي فهد الشاية المحامي هو رئيس اللجنة الامان اليوم تعب وعانى اليوم هو اخوانا والربع كلهم بيض الله وجيكم ما قصرتوا استاهله محمد ايو والله ما قصرتوا يعني فزع منهم لي يعني يعني من غير مقابل ولا من غير اي شي يعني اخواني وفزعوا لي اليوم يمكن اكتر من ثلاثين واحد من الساعة ثلاثة للعصر لنهاية المبارات الله يعطيكم الافية وما قصرتوا والله والنعم والنعم مشكور يا اخونا فهد الشاية وتحية لي بسرتك الكريمة جميعا اشقائك وتحية لي رواد دوانك الكريم انتقل تب تعالقون على شي في فيصل عازمي تكلم كلامه يعني اشوف انا جدا منطقي نعم وتكلم على المحترفين خصوصا حق على الدفاع اليوم شكنا راؤول يعني ثاني مباراة يعني مباراة اللي فاتت ما شفناه عدل يعني المباراة اليوم شفناه 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 احمد ابراهيم الاماني يعني اليوم اليوم احمد ابراهيم هو اللي كان شايل حمل الدفاع يعني شفنا كذا كورة من احمد ابراهيم اليوم كان هو اللي يغطى على المحترف الاسباني ويغطى الباطل يصار وقاعد يغطى على عتيج يعني يعني معنى الكلام ان المحترف شفناه يعني ثاني مباراة ما عنده الامكانية ما نقول مثلا هذا محترف يعني ما في فرق ما في يفرق يعني ما حبينا تكلم أول مبارا عشان نقول له مبارا وهو دائما إذا فريقته بتنافس على بطولة لازم كن فرق لازم محترف فارق فارق إذا بتنافس على بطولة اليوم شوفنا حن الحمل بالدفاع كان أحمد إبراهيم لمانا في كذا كورة لمانا أحمد إبراهيم كان هو اللي يعني غطي وهو اللي كان نعم طيب خلنا إبراهيم داشتي يقول من يوافقني إن مقصدي من مقصدي بالكويت مخرب اللعب شم كرة فقدها المدافع الأسباني بسهولة واضح عدم تجانس اللاعبين وتقديم الخدمة لحامل الكرة بالركم بدون كرة اختنا خلود البراري الشاعر خلود تقول أمدح بدر في قمته وحضوره ولا ثقافة هندسة الأنصاري روح الرشيدي وصدة الكرة ولا الفداء المناظر الضاري ومبارك المعتوق بارز دورة سلطان قاتل والظفيري ساري حتى صوماليا فزعته مذكورة ومحمد خالد وفاء جاري هذا بني قادس الشعب نورة هذا الملك هذا الزعيم الناري يا بختنا فيكم فريق أسطورة بدران قائد هندسة الأنصاري خلود البراري مشكورة يا أخت خلود أروح لي صحل سانت صحل سانت صحل سانت نفس الشيء مشكورة لا 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 شو لا 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 يصير لا يصير بسعود في شيء تالت فيه صحل سانت شعر شكر شون يعني شكر بحيث شكر بحيث بسعود 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 مدازر يسالة طبعا شرح بعد شون مشكور لازل تقول صحل سانت خلاص صحل سانت أروح لأراء الجمهور بعد نهاية المباراة دفاع ما في دفاع شوفوا الدفاع اللهم على منو اللهم على اللعبة ما قدروا أقول لهم شيء يعني المدرب المدرب يعني ما ماش أقول لك هل لا يعني المدرب هل يعني بطيء يا الله يستوهم من مباراة الاتحاد السكندري الفريق مبين ما عنده هوية والمدرب ما عنده أي شيء غد ما للعربي المعسكر لم يكن ناجح المحترفين مو جيدين العربي على هذا المستوى الله يستر لا يطح درجة ثانية الله يستر تعمل اللعبين أول شيء والمدرب وحتى الإدارة تتعمل لأن تميته إدارة جديدة وتصويت الجماهير بالنهاية تطلعون بالأداء هذا مو معقولة نهائيا فأنا شخصية واحد من جماهير بعد ما أحضر نهائيا ما أحضر من مباراة العربي إلى أن يفرج الله عزيز عاشور 8-10 سنة هو المضيئ النادي مو جمال عزيز عاشور اللي ضيئ النادي العربي مو جمال مو جمال والله عزيز جمال منك كان ماسك معه عزيز عزيز نجح في قطاع الناشير الموسم الماضي واللي قبله لا عزيز عاشور هو اللي ضيئ النادي لأنه سوى تذي بوخر جمال عشان كل شيء يصير حقه ملكة حق عزيز عاشور هذا مدرب هذا مدرب لا مدرب ولا محترفين طبعا كل مدرب أبو ربئ محترف أبو ربئ ما في شيء ويقول لك يا أحمد موسى أرجع للفريق خلي السؤال فاذي عندك أنا فطال بدارته في نادي العربي في غالة المدرب هذا الفاشل من أول جولتين طبعا أنت قاعد تلعب معلش أنا محترام من القادسية والكويت السالمية أنت قاعد تلعب نادي كبير قادسية بس نادي عربي أكبر منه بس ما هو الطريقة أحسن لاعب وأرجع اللعب اليوم صراحة محترام من نادي العربي والعيبتك حارس المارب عبدالقفور هو رجل مبارا اليوم سلم الخسارة مدرب ورب الكعب مدرب والمدافر ثلاثة الإسبانيين اثنان والله فيلم وأقول حق الإدارة يبا شيروا المدرب يرحمهم كم شيروا أنا جولة يبا والله ما راح تأخذون ولا نقطة هذا على شو نفسه إسباني لا تخلوا أقول كلمة يا حبيبي رئيس النادي ما يسوي يا بلاعبين يا بمحترفين من اللاعبين يا بمك أربع محترفين ما فيه بس مدرب معارف عن شي أحطي تشكيله والله محارف قاسم بالله خليم يحطون أحمد خلاف أو محمد كرم أتحداك إذا باي فوزوا العلقات السيال الحمد لله نشكر جميع الحضور اليوم نشكر اللاعبين الأبطال اليوم حققوا ثلاث لغات وإن شاء الله وغادي مغضو اللي صار اليوم نحن طبعا مويين المبارات كان عندنا حصة تدريبية خلص لا تغلل من العربي لا تغلل من العربي هذا هو أنتو ما تبين اللي صار؟ اللي صاري هذا اللي صار قلت لي كان عندي حصة تدريبية خلصتها وماشي مبارات الألف نكررها القادسية صعب عليك يا رعا عربي نكسر الخشمة العنيد وكل مرة وكل سنة نقول حاول مرة أخرى للعربي 13 موسم على التوالي البطولات ومختصر كلها الموسم هذا كلها لنا جاهزوا البطولات من الحين كلها لنا نادل غاتسية أفضل نادل من الكويت وأنا أعتبر بالخليج إذا بس أنت وفرت المكانات عزويد وأفضل ضريق بالخليج ويقدر ننفس على آسيا مو دورين در بصج معنا شي بس رسالة بس وصل حي أحمد موسى وساما حسين يعني أنتو وساما حسين تلاعب أسطورة ولاعبين خبرة أمانا بدمتكم هذول محترفين المحليين أفضل مراحل والله أفضل مراحل خلاص مشيوهم والله وين اللي قال بالمشمش القاتسية ميبوزون هذا المشمش شكرا لجميع اللي يعني تعاون معانا نبارك للقدساوية جميعا مو بس الفوز المباراة رقم ألف بالتأكيد رقم كبير وتاريخي في حق النادي الكبير أبو علي أخونا أبو جاسب يقول حطه محمد كرم أكيد يفوز على القادسية يقول الشرط يقوله لا مشكور أخوه أبو جاسب مشا أقوله بعد طيب إن شاء الله محمد تبتقول كل ما خيره بس نعم أنا تشرفت أني تواجدت وإياكم شوية صوت رايح اليوم أحبيت أشكر جماهير الفريغين قادسي والعربي أشكر رايح حفل فوز حساوي أشكر كل اللي وقفوا يدعمني من بداية مسيرتي الرياضية لنهاية المسيرة هذه الحمد لله أهم شيء نكون بخلنا بشكل طيب طلعنا بشكل طيب والحمد لله لكل حال الله يوفقك حبيب وفقك خير إن شاء الله إن شاء الله توفق حياتك إن شاء الله إن شاء الله نقول حقه بعبد العزيز فواز ما قصر الله حتى حتى يمكن مواقف يمكن التصالات وعلاقات وهذه إن شاء الله إن شاء الله خير حتى بعبد العزيز يعني أولاد زاخير فواز الحساوي يعني مساند جميع اللاعبين الأمانة اللي يوقفوا يهم يعني مو شرط لاعبين هذه الغادسية صحيح الجميع لأنديت الكويت الأمانة يشكر عليها وريكم صورة بالختام يقولون هو سبب خسارة العربي اليوم طبعا نمون عليه أخونا أبو سعدون بس يمباب المداعبة يعني محمد سعدون الكوار اليوم في الاستيديو الخاص بالاستيديو التحليلي للدور الإنجليزي لابس كرفتها لابس كرفتها خضرة قبل المبارات طبعا يقولون هو اللي سبب يعني يعني فال كان فال مطيب على العرباوية شرايك لا بالعكس محمد سعدون والنعم والله بالسعدون لا بالعكس ما لشغل بالعكس أنا أعتقد أن شنو كرفت كرفت نورتها زياد يعني هو منور بس نورتها زيادة حلوة اللون الأخضر حلوة عليه حلوة وبعد حلوة وعرف ينقي بعد ما يحتاجه ما شاء الله حالاته لابسة بيوم ثاني عشان تركب على الأقل على النتيجة لا إن شاء الله فيه فين بارة ثانية تحية لأخونا أبو سعدون والجميع لإقوان في بياني سبورت شكر لك محمد كرم شكر لك كابت محمد راشد اللعين عدك العافية تحياتنا لأسرتك الكريمة شكرا لك كابت راشد بدي شكرا لك كابت عبد منور شكرا لرعاتنا وداعمي لنا شركة شوي تريد مطعم التسيمو مطعم سيامي أسطى مطعم فروج روببلك بلنا العميدة طياب المرشود ديرا دير معرض بريميرو سبورت وكالاجي بابا زيوس في الكويت لا أنسيتم كيشكر في البداية لأخوان لمون لايم أيضا على الضيافة وهالعصائر الطيبة اللي بردت على قلب اللي محترق قلوبهم مساكين العرباوية بردت عليهم مشكور يا أبو حسن وقدر إن قلبك حارة الحين أبو علي قال المدرب موزين بعدين قال هذا يدق يقول لازم تنتقد وهذا يقول ليش تنتقد كلمة الجمهور العربي الله يعطيهم العافة للأمانة والله العظيم يعني الفريق من خسارة لي خسارة وهم متواجدون شوف بمحمد يعني هذا الشيء يعني يحسب للجمهور العربي محمد أكلمة خيرة والله العظيم ومجاملة وقلتها من اعتزال يعني كان كان في موقف يعني أنه كان ما يحضر الجمهور والله العظيم جمهور العربي والله العظيم ما في مثله ولا كسور لأنديا كلها جمهور العربي حالة خاصة نلقاكم إن شاء الله باشر اشتركوا في القناة موسيقى